8 مارس 9 محطة كذلك للدفاع عن حقوق النساء مستخدمات المخدرات التي تعتبر الفئة الهشة التي تشتغل معها جمعية حسنونة بالنسبة لنا جميع البرامج والسياسات التي تقوم بها الدولة من أجل علاج الإدمان لا زالت تفتقر إلى مقاربة النوع الاجتماعي ولا زالت لا تأخذ بعين الاعتبار بالشكل الكافي خصوصية النساء مستخدمات المخدرات هو يوم كذلك نتوقف عنده كثيراً لمناهضة كل السلوكات التي تمس كرامة هذه النساء والوصف والتمييز الذي يعيق وصول هذه النساء للعلاج وللتكفل الاجتماعي وكل الخدمات التي تعيد لها كرامتها وحقها كمواطنة كاملة المواطنة نسبة النساء التي تشتغل معهم جمعية حسنونة تمثل 10% من مجموع المستفيدين من برامجها بالنسبة للنساء حالياً التي هنا في برنامج العلاج يصل إلى 106 امرأة ولكن للأسف هذا العدد يخص فقط مدينة طنجة لأن مجموعة من النساء في منطقة جهة طنجة تتوان الحسيمة خاصة في المدن التي تشتغل فيها جمعية حسنونة كأصيلة والقصر الكبير والعرائش لا يستفدوش من العلاج بحكم عدم الإمكانية الوصول إلى المراكز المتوجدة فقط في مدينة طنجة وهي مناسبة كذلك لنطالب بها لتعميم العلاج في بقي المدن الأخرى وافتتاح المراكز التي هي إما في طور التشهيد أو لا زالت لم يكتب لها أن تفتح في وجه هذه الفئة طبيعة الحالة الملكة نهضر على العلاج من المخدرات فإننا لا نتحدث عن مرض يمكن شفاءه بين ليلة وضحاها نحن نتحدث عن مرض مزمن الخروج من الإدمان يتطلب صناوات طويلة ومجموعة من الشروط الاجتماعية والنفسية والصحية كذلك هناك حالات كثيرة للعلاج من الإدمان لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء ولكن كتبقى على المدى الطويل والبعيد بمعناه يستغرق ذلك عدة سنوات باش الإنسان يخرج من مشكلة الإدمان بالنسبة للنساء هذه النسبة هي أقل بكثير بحكم الوصم الاجتماعي بحكم الخصوصية الثقافية للمجتمع الذي لا يعطي للمرأة الفرصة الثانية وبحكم واحدة المجموعة للمشاكل التي تجعلها دائماً في تلك الدائرة المغلقة المرتبطة بالإدمان هذا اليوم أنا بالنسبة لي هو اليوم للدفاع الكرم الإنسانية للناس كمنين وللنساء بصفة خاصة للأسف الشديد رغم كل ما تبدله المرأة من مجهود في هذا المجتمع كأم وكزوجة وكابنة وكمهنية لا زالت النساء لا يحضينا بالاعتراف والتقدير الذين يستحقنه لا زلنا لا يتمكننا من وروج الفضاء العمومي اللي هو حق لكل المواطنين لا زالت النساء تعاملنا بكثير من الأحكام المسبقة ومن الأحكام الجاهزة ولا يحضينا بالاعتراف والتقدير الذي يستحقنه كنساء مناضلات مشتهدات وقدمنا الكثير لأسرهن وللمجتمع وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي